السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن الدرس الذي سنقوم بإعادة شرحه هو السبجنكتف يعني سيغة الشك إذن كما ترون سيغة الشك سيغة الشك فيها أربعة أزمينة فيها زمن السبجنكتف فيها زمن السبجنكتف فيها زمن لإمارفع وإيضاً لإمارفع في هذه الحلقة سنتطرق فقط إلى لإمارفع وإمارفع لأن لإمارفع وإمارفع لإمارفع لإمارفع لذلك لنتطرق إليهما إذن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن سنبدأ ب السبجنكتف قلنا السبجنكتف إذا أردنا أن نصرف الفعل السبجنكتف سواء كان فعل مجموعة أولى أو فعل مجموعة تانية ثم مجموعة كبيرة من أفعال المجموعة الثالثة كيف تصرف كل هذه الأفعال السبجنكتف نأخذ الفعل نصرفه السبجنكتف 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 كتوليز كيل ليز كال ليز كنوليزيان كو كيل ليز دكار إذا هذه هي الطريقة التي تصرف بها قلنا أفعال مجموعة الأولى أفعال مجموعة الثانية ومجموعة كبيرة من أفعال مجموعة الثالثة لكن هناك أفعال مجموعة الثالثة لا تصرف بهذه القاعدة أو لا تنطبق عليها هذه القاعدة لأنها تتغير بشكل كامل مثل هذه الأفعال التي سنرى الآن إذا لدينا نقول نتبه إلى النطق هنا كيف ننطقه كيف نقرأ هذه الكلمات أو هذه الأفعال المصرفة أو subjonctif présent أيضا le verbe vouloir يتغير كلين le verbe vouloir يريدو أيضا هناك أفعال أخرى مثل le verbe pouvoir يستطيع إذن يستطيع أيضا يتغير كلين لاحظوا معي أيضا يستطيع فار يسنعو نقول que je fasse que tu fasses qu'il fasse que nous fassions que vous fassiez qu'il fasse le le verbe savoir يعرف نقول que je sâche que tu sâches qu'il sâche que nous sachions que vous sachiez qu'il sâche إذن بهذه الطريقة تصرفو هذه الأفعال au subjunctif présent الآن le subjunctif passé le subjunctif passé إذن لذلك ترون أنه يتم متكوين هذا الزمن كالتالي être أو avoir au subjunctif présent plus le participe passé du verbe conjugué يعني اسم المفعول للفعل المراد تصرفوه إذن هنا لاحظوا le verbe parler مصرف au subjunctif passé إذن قلنا que j'ai parlé إذن هنا le verbe parler تعرف أنه يصرف يعني au passé مع l'auxiliaire avoir لذلك صرف هنا مع l'auxiliaire avoir إذن le verbe venir يصرف مع l'auxiliaire être لذلك قلنا هنا que tu sois venu إذن هنا سنرى كيف نصرف l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être au subjunctif présent لحظوا معي هنا l'auxiliaire avoir أو le verbe avoir au subjunctif présent نقول J'ai Tu es Il est Nous ayons Vous ayez Il est هنا l'auxiliaire être au subjunctif présent نقول Je sois Tu sois Il soit Nous soyons Vous soyez Il soit Maintenant Mula La Mula Hama هو أن لا yوجد لا لا يوجد ما يسمى بمستقبل le subjunctif يعني le futur في صغيرة le subjunctif لا توجد لكن حتى لو كان الحدث سيقع في المستقبل فإن نا نستخدم زمن le subjunctif présent ماذا يعني هذا يعني هذا أن le subjunctif présent نستطيع أن نعني به le present الحاضر وأيضا نعني به le futur المستقبل إذا احتجنا إلى زمن مصرف au present au futur يعني في المستقبل يمكن أن نستعمل le subjunctif présent فهو أيضا يدل على le futur على المستقبل الآن لاحظوا معي متى استعمل صيغة الشك le subjunctif إذن متى نستعمل le subjunctif نستعمل le subjunctif أولا للتعبير عن مواقف افترادية يعني ليست واقعة إنها فقط افترادية للتعبير عن أفعال لم يتم تنفذها بعد لم تنفذ بعد للتعبير عن أفعال نفذت فقط في الفكر وليس على أرض الواقع إذن هذه هي المواقف التي نستعمل فيها le subjunctif الآن متى أصرف الفعل في subjunctif passé إذن مثله مثل subjunctif present يعني الحالات التي نصرف فيها le subjunctif passé هي الحالات التي نصرف فيها le subjunctif present فقط هنا جاءت يعني كملاحظة عندما تكون مثلا الجملة فيها حدثين يعني فيها فعلين مصرفين هنا الفعل الذي أو الحدث الذي سبق الحدث الذي يصبق يعني الذي يقع هو الأول هو الذي نصرفه au subjunctif passé ستراونا معي في هذا المثال مثلا hier je n'ai pas pu rattraper le train bien que je sois venue tôt à la gare أمس hier je n'ai pas pu rattraper لم أستطع leحاق le train بالقطار bien que مع أني je sois venue مع أني جئت tôt باكير à la gare إلى المحطة إذن ما هو الحدث الذي سابق هو أنني جئت إلى المحطة إذن جئت قبل أن قبل أن يذهب القطار إذن جئت هي الأولى الحدث الثاني je n'ai pas pu rattraper يعني لم أستطع اللحاق بالقطار إذن هذا هو الحدث الثاني إذن دائما الحدث الأول في الجملة هو الذي يتم متصرفه au subjonctif passé سنرى مثلا آخر إذن فالو كتو يائي فني ست خواهي avant دو بنير كان ينبغي أن تنهي عملك قبل أن تأتي إذن ما هو الحدث الذي تم هو الأول يعني هو أن تنهي عملك إذن تنهي عملك قبل قبل أن تأتي إذن الفعل يأتي هو التاني دائما فالفعل الذي سنصرفه au subjonctif passé هو تُي فني لذلك تُي فني ست تحفل إذن هذا فقط في الجملة يكون فيها حدث الحدث الذي تم وقوعه في الأول هو الذي يصرف في le subjonctif passé يعني ما شرحناه الآن الآن سؤال لاحظوا معي السؤال هل دائما بعد ك نستعمل le subjonctif الجواب هو لا إذن ليس دائما بعد ك نستعمل le subjonctif إذن متى نستعمل le subjonctif نستعمل le subjonctif عندما يكون المعنى يفيد الشك ونستعمل lindicatif عندما يكون المعنى يفيد اليقين la certitude دائما إذن هنا ما معنى lindicatif أو ما هي أزمنة lindicatif سيغة الإخبارية إذن ما هي أزمنة سيغة الإخبارية سيغة lindicatif تعرفونها جيدا إذن أزمنة lindicatif هي المعروفة يعني المشهورة lindicatif نعني أنها أزمنة من هذه الأزمنة التي تنتمي إلى سيغة lindicatif إذن لاحظوا الآن سوف نبدأ بمتى يصرف الفعل بعد في le subjunctive إذن متى نصرف الفعل متى نصرف le verbe au subjunctive أولا بعد التعبيرات اللاشخصية إذن ما معنى تعبيرات لا شخصية إذا لاحظتم هذه التعبيرات الموجودة هنا كلها تبدأ بإيل ولكن إيل هذه لا نقصد بها هو لا نقصد بها الشخص لا نقصد بها الشخص يعني هو وإنما هي تعبير فقط لا شخصي لا نعتبر بها أو لا نقصد بها أي شخص إل فو ك يجب أن إل إل ناساسار ك من الضروري أن إل إي بوسيبل ك من الممكن أن إل إي إن ديسپنسابل ك من الضروري أن إل إي أتيل ك من المفيد أن إلي أم 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 إلى آخر هناك يعني تعبيرات عديدة دي لوكيسيون أم أم تعبيرات عديدة لشخصية أيضاً أيضاً نستعمل لسubjunctive بعد التعبيرات الضرفية لإلوكيسيون conjonctive هنا بعد الأم تيلة بيان ك أم 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 إذن دائماً بعد هذه التعبيرات بعد هذه الأexpressions دائماً نستعمل لسubjunctive إذن هناك تعبيرات كثيرة هذه كانت فقط بعد الأم أيضاً يستعمل لسubjunctive بعد أسماء التفضيل مثل مثلاً 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 إذن لاحظوا هنا استعملت لسubjunctive présent ك ك ك ك لماذا؟ لأن لدي هنا اسم تفضيل لسول إنه الشخص الوحيد الذي أعرفه الجملة الثانية سالتدينة سالتدينة لسولة تدينة ك ج إنها أدكى طالباتي دكار سالتدينة لأدكى إذن هنا لأدكى اسم تفضيل لذلك استعملت هنا لسولة 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 سالتدينة لسولة لسولة كل الأفعال كل الأفعال التي تعبر أو تحتمل الشك والإحتمال يعني نستعمل معها لسوبجنكتف إذن الأفعال التي تعبر عن الشك أو عن الاحتمال احتمال وقوع الفعل نستعمل معها لسوبجنكتف هنا بعض التعابير مثل مثلا دوتي ك يشكو أن إلي بوسبل ك من الممكن أن إل سب ك من الممكن أن إل سامبل ك يبدو أن إلي بو probable ك من المحتمل قليلا أن إل ني pas sûr ك ليس من المؤكدي أن إل ني pas certain ك ليس متأكدا أن إل ني pas clair ك ليس من الواضح أن إل ني pas évident ك ليس من الواضح أن إذن لاحظوا أن هذه العبارات يعني تحتمل الشك لذلك يستعمل بعدها يستعمل بعدها لسب جانكتف دك الآن سوف نرى متى نستعمل لانديكاطف إذن رأينا متى نستعمل لسب روابط التالية التي سنرها الآن لا يستخدم معها سب جانكتف إذن نستخدم معها لانديكاتف لأنها تعبر عن حقائق مؤكدة إذن ما هي هذه الروابط إذن المرة الفائتة أعطيتكم فقط أربعة روابط الآن جمعتها جميعها donc لاحظوا هنا في هذه الروابط التي أمامكم هناك بعض الروابط أمامها هذه النجمة إذن هذه الروابط التي أمامها النجمة الفعل التي يأتي بعدها يصرف في المستقبل سواء كان المستقبل المهم يصرف إذن الآن سوف نرى أمثلة على هذه العبارات إذن العبارات التي قلنا عنها الآن سوف نأخذ بعض الأمثلة لاحظوا معي جيري كن تسيرا أريفة إذن هنا استعملنا لفتر أنتاريور لماذا؟ لأن لدينا عبارة كن سأذهب عندما تكون قد وصلت أو تكونين قد وصلت جيري جيري دي ك تي يورا تارميني إذن هنا أيضا استعملنا لفتر انتاريور لأن لدينا عبارة دي ك لإذن يأتي بعدها كما قلنا لإندي ك جيري جيري سأرحل عندما تنتهي تي 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 هنا نفس الجملة فقط استعملنا لرس ك عوضة دي ك جيري لرس ك تي 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 إذن نستعملو لإندي ك هنا لإندي ك وليس لسبجنك تي تي عيوسي باسك تي عيوسي لقد نجحت لأن ك عملت إذن هنا باسك نستعملو بعدها لإندي ك أيضا الجملة إلي تي دي سريز من سي بي ك إذن لاحظو هنا إلي تدي سريز سي بي ك إلي غيوسي تجور يدرس بجد لذلك ينجح دائما إذن هنا سي بي ك تأتي بعدها الإندي ك إلي غيوسي إذن هنا لفر غيوسي مصرف أو present دا 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 بصفة عامة الأفعال والتعابير التي تعبر عن حقائق تعتبر مؤكدة يستخدم معها سبجونكتف لا ليس سبجونكتف هنا خطأ هنا أخطأت يعفو هنا أخطأت يستعمل معها لانديكاتف إذن خطأ لاحظوا معي إذن إذا كانت لاحظوا هنا خطأ لم أنتبه لذلك مهم بصفة عامة الأفعال والتعابير التي تعبر عن حقائق تعتبر مؤكدة يستخدم معها لانديكاتف لانديكاتف عندما تكون مثبتة ما معنى مثبتة يعني ألا فرم أفرماتيف ألا فرم أفرماتيف إذن عندما تكون ألا فرم أفرماتيف دائما نستعمل معها لانديكاتف وليس السبجونكتف دا متى نستعمل معها إذا كانت منفية أو في صيغة سؤال يعني على فرم نيغاتيف أو على فرم انتروجاتيف يعني في صيغة النفي أو في صيغة سؤال أو عندما تكون على شكل سؤال عندها نستخدم معها لسبجنكتيف أما إذا لم تكن على شكل سؤال أو منفية إذا كانت متبتة على فرم أفيرماتيف فنحن نستعمل معها لانديكاتيف إذا سوف نرى بعض الأمثلة لهذه الأفعال مثلا هذه العبارات يعني العبارات والأفعال هنا عبارات وأفعال نستعمل معها لانديكاتيف سيك هنا قد يتسأل أحدكم يقول أن تعني أعتقد تعني أظن وكيف أنها يعني أفعال تأكيدية إذن هي ليست بأفعال تأكيدية هنا استعملنا تعني أعتقد لكي نعبر عن رأي يعني عن رأي في شيء حاصل في شيء واقع وقلنا أن لسبجنكتف لا يقع في الأمور الحاصلة في الأمور يعني التي حصلت يعني قلنا أن لسبجنكتف نستعملها في أمور لم تنفذ بعد داكور إذن هنا كخوار ك هو ستن فر بضبينيون يعني فعل نعبر به عن الرأي وأيضا تنسي ك ستن فر بضبينيون نعبر به عن الرأي داكور عن الرأي عن شيء حاصل واقع إذن هنا أسپيري ك أسپيري ك هنا كتبتها بلون مختلف لأنها إذا لاحظتم تعبر عن شعور جسبرك يعني أتمنى أن وقلنا أن الأفعال التي تعبر عن المشاعر نصرفها أو الفعل الذي يأتي بعدها يصرف أو سبجنكتف إذن أسپيري هي الوحيدة هي الوحيدة التي تعبر عن المشاعر لكنها تصرف يصرف معها الفعل آ لانديكاتف وليس أو سبجنكتف إذن تبهوا لهذا الأمر جيدا إذن أسپيري ك نعم هي أتمنى رحيم كتب أتمنى دون سبجنكتف إذن لاحضوا أنها كلها تعني هذه المعاني كلها تعني أنها متأكد من سبجنكتف 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 فنحن نستعمل فنحن نستعمل بعدها لانديكاتف لانديكاتف وليس لسبجنكتف لأن قلنا لسبجنكتف خاص بالشك لأنه صيغة من صيغ الشك إذن قلنا حتى لا ننسى قلنا أن هذه العبارات وهذه الأفعال يصرف بعدها الفعل يصرف بعدها الانديكاتف يعني فقط في على فرم أفرماتف يعني في صيغة أو المتبتن داكور أما في على فرم نيغاتف في النفي أو على فرم انتروجاتف يعني عند طرح السؤال فنصرفه أو سبجنكتف سوف نرى بعد الأمثلة لاحظوا معي جن سوي پا سور كيل فين إذن هنا بالرغم من أن لدي هذا العبارة اتخ سور يعني متأكد ولكن ني استعملت هنا لسبجنكتف لماذا لأن نفيتها لأنني نفيتها نعم رحيم في النفي وفي الاستفهم إذن جن سوي پا سور نفي نفيت الياقين لذلك استعملنا سبجنكتف هنا أيضا جن پا كيل سوا venu لا أظن أنه جاء إذن بما أن استعملنا l'indicatif يعني لفتر هنا l'indicatif je pense qu'il viendra نفس شيء بالنسبة للverbe penser عندما لم أن فيه استعملت هنا l'indicatif je pense أظن أنه سيأتي je pense qu'il viendra إذن عندما أبدأ استعمل l'indicatif هنا سؤال penses tu qu'il vient إذن عندما يكون على فرم interrogative يعني عند الطرح السؤال نستعمل بعده le subjunctive أيضا في عبارة j'espère que tu vas venir إذن لاحظوا أن بعد j'espère que جاء l'indicatif tu vas venir يعني هذا le futur proche tu vas venir j'espère que tu vas venir إذن طبعا إذا جاء في la form negative أو في سؤال سوف نستعمل سوف نستعمل le subjunctive إذن أتمنى أن تقول أمر واضحا الآن عندما لا نجد العبارات أو يعني الأفعال التي تعبر عن الشك أو تعبر عن اليقين إذن هذه العبارات التي تحدثنا عنها التي قلنا أنها تأتي مصاحبة ل le subjunctive والعبارات التي قلنا أنها تأتي مصاحبة للإنديكاتيف إذا لم نجدها في الجملة ماذا نفعل في هذه الحالة ننظر إلى معنى الجملة إذن إذا كانت المعنى الجملة يفيد اليقين فإننا نستعمل الإنديكاتيف وإذا كان المعنى يفيد الشك فإننا نستعمل le subjunctive إذن هنا لاحظوا لدينا مثال رأيت دولابا بثلاث أبواب إذن هنا بما أنني رأيته بأم يعيني إذن فهو يقينا هذا الفعل هو يقين لذلك فسوف أستعمل هنا الإنديكاتيف لذلك استعملت le présent يعني يعني زمن الإنديكاتيف الجملة الثانية جو شرش une armoire qui ait 3 3 port جو شرش جو شرش une armoire qui ait 3 port إذن هنا لماذا استعملت لماذا استعملت le subjunctive لماذا استعملت le subjunctive لأنني جو شرش لازلت أبحث إذن هي فقط في دهني فقط في دهني ولكن أنا في دهني أتخيل دولبا بتلاتة أبواب ولكن لم يتحقق بعد فقط لازلت أبحث عنها لذلك استعملنا le subjunctive إذن أتمنى أن يكون الدرس واضحا لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى